سيدتي وسادتي السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على قناتي وقناتكم إناس بوبكري إذا اليوم سوف نتكلم على بعض النصائح اللي هي مهمة ومستحب أخذها بعين الاعتبار بالنسبة لأصحاب المشاريع الناشئة فإلا كنتم مهتمين نبدأ على بركة الله نشوف 13 نصيحة أول نقطة قدي نتكلم عليها بالنسبة لأصحاب المشاريع الناشئة هي دراسة تمويل كافي ما سيخصك لتلصي المشروع ديالك؟ ما سيخصك ديال الفلوس وما مصدره هديك الفلوس؟ وماذا سيتخدم بتوفير ديالك؟ ولا سيتخدم بشوية توفير وشوية تمويل بنكي؟ قروض انطلاق أو اللوف ماني ما يسمى باللوف ماني يعني الأموال اللي تقدر تعطيها لأيلة والأصدقاء باش تلصيح أو إلا غادي تخدم يعني بتوفير ديالك إلى مغير ديالك فخاصك تعرف هاد المشروع ديالك شنو هو يعني الفلوس اللي غادي يحتاجها باش تلصي وديرها مرش داكور؟ وبالزاف ديال الناس في حساب هاد التكلفة اللي خاصكم تكون عندكم باش تلصيوا المشروع ديالكم كياخذوا بعين الاعتبار فحل لأون ربريك يعني خانة محددة ولا يأخذون بعين الاعتبار مجموعة من الخانات الأساسية والضرورية يعني فحل مثلا إلا قد لكم بريد تلصي واحد الابليكاسين وهادي المعني بالأمر كياخذ بعين الاعتبار غيلكو ديال الديفلوبمند ديال 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 ديالد ديال ديال ديالد يعني تكلفة اللي غدي حسبها لدى ديفلوبر فاش يساوبلو الأبليكاسين فقط يوجد مصارف التسويق ومصارف البراندين ومعروفة المعروفة يوجد مصارف اليد العاملة ومصارف الامتنانس يوجد مصارف الحوائجية هنا نريد أن نقول لكم يجب التنبؤ بمجموعة أعباء المستقبلية التي ستكون لديكم في المشروع أما تخذوا بين الاعتبار أعباء محددة ولا تخذوا بين الاعتبار مجموعة من الأعباء التي ستكون لديكم فاشتلانسة لن تلقى راتكم مزيرين حيث لا تستطيع التنبؤ القبلي فهذه النصيحة الأولى نتمنى أن تكون وصلت النصيحة للصميم النصيحة الثانية لإخوان والأخوات حميلي المشاريع هي أنك تفرغ للمشروع ديالك المشروع كيفما كتبت في البوست الأخير ديالي في الإنستغرام هو إبارة عن بيبي صغير خاصة تعطيلهم من وقتك تعطيلهم من المجهود ديالك تعطيلهم من العناية ديالك تعطيلهم من الحرص ديالك إليه التستغرام فإنجبوا تتفرروا للمشروع وخاصك تعطيلوا وقت وتعطيلوا مجهود وتعطيلوا تضحية وتعطيلوا طاقة كي ترشبك أما في حال دبا مثلا إذا كنت أولي المشروع تتحدث عن شيئا اللي ديالجان تتعرض عندك وما تعطيتش للمشروع ديالك الوقت فأكيد أن المشروع على المدى المتوسط والبعيد ما غداش يقدر يمشي بعيد فإن كانت تتطلب بعض الوقت من الوقت. فإنه ان تتطلب قطة ولكنك لتفرغ. وإنه يدرتيه. معاشي مشارو أخر عندك أمم والشخص أخرى عندك أمم بالشخص في هذا الأيطار، يبدو أنه تبدو الأشخاص المستوى فيقول قد أه جيدا عن الهدد هذه الأشخاص تكون قد تستمر فيها. حينما يكون لديه قد تكمل أشخاص تكمل فيها. إذا أريد أن تذهب إلى المشروع. أما إذا أردتها كم تنتاتيف أو صافي فأنا لا أستطيع أن نذهب إلى هذا الجانب. يجب أن تفرغ وإنفاق. بالطبع المال والوقت والجهد والطاقة. تعطي المشروع لك. النصيحة الثالثة للأصحاب المشاريع الناشئة هي أن تقوموا دراسات. دراسات مسبقة قبل أن تلانسوا المشروع لكم. ودائما كنت أتكلم لكم على البيزنس مودل كنفا. كنت أتكلم لكم على البيزنس بلان. وكاملين المواضيع يعالجتهم مسبقا في القناة. نتمنى أنكم تدخلوا الداخل في القناة. وتشاهدوا مجموعة مواضيع مقاولاتية بمتياز تشاهدهم. فيهم منفعة زي ما أكونوا أكيدة أن المنفعة ستكون في الموعد. فالدراسات ضرورية. تعمل مشروع بالحادث مزيد. تعمل مشروع بالملاحظة مزيد. ولكن هذه الملاحظة والحادث تزيد تصمو إليه بالدراسات. لكي ترى تشاهد عملياتي ، تنظر الوفقة بمجدد مهمة. يشاهد مجموعات مهمة. يعني الحادث مزيد يكون. توجهات عقليك يقول لي. خاطريك يعلمني. مزيان ولكن إذا أريد أن تتبصم على ذلك الشيء فأنا ستقدر الدراسات الاقتصادية التي ستقدمها الضروري قبل أن نبدأ أي مشروع. أعطيت لكم مثال. النصيحة الرابعة في إطار المشروع هي أنك مع من ستخدم في إطار المشروع ديالك. ما ستخدم الراسك أو ما ستخدم مع شريك؟ وإذا اخترتي الشريك الذي ستخدم معه، أي نوعين من الشركاء هذا الشريك الذي ستدخل معه؟ ما هو شريك استراتيجي الذي ستعاونك بالمعارف؟ مثلا ميزان غولاسيون وربط العلاقات مع زبناء محتملين لسيغمون ديالك، لانيش ديالك، لوسي بلاج ديالك؟ أولا قد تدخل مع شريك الذي ستعاونك بالمعارف؟ هو يدخل بالفلوس وانتا تدخل بالجهد والخدمة والكد والجد. أولا قد تدخل مع شريك الذي ستعاونك بالخدمة. هو يخدم تبارك الله عليه وانتا تخدم تبارك الله عليك والله يكمل بالخير. لذلك أي نوعين من الشركاء ستدخل معه. أولا قد تدخل مع شريك والمساوى المتوسط والبايد لا يمكنني أن ندخل مع شريك. أولا قد تدخل مع شريك. أولا قد تدخل مع شريك. أولا قد تدخل مع شريك. فهذا كامل يجب أن يأخذوا بين الاعتبار بالنسبة للمشاريع قبل ما يبدأ. والمشروع ديالهم يقولوا قد تفرصنا هذه المعلومة قبل. النصيحة الخامسة لحاملة المشاريع هي أهمية الرقمنا والأهمية التواجد الرقمي للمشاريع ديالكم. شوفوا معي. كيف يكون المشروع ديالكم في سيت انترنت، في انستغرام، في لينكدن، في الفيسبوك، في اليوتيوب، في تيك توك؟ أركز على واحد المعلومة، هناك مشاريع ديال سكتور ديالكيوتي، اللي يصلحوا معها ديال بلاتفورم كثير من دطر، كان المشروع اللي يقدر يكون متواجد في تيك توك، ولكن يمكن أن يكون متواجد في ينطر بلاتفورم، والعكس صحيح، كان المشروع اللي يمتواجد سور لينكدين، ولكن ما يمكنش يكون متواجد سور تيك توك، ولا سور انستغرام، ولا سور هذا. فهناي المقصود بالفكرة هي أهمية تواجد الرقمي، الكانال اللي غاد نستخدموه، ولا نخدمو به، بتنبورت، يعني سديو كباركة حالة بحالة، على حسب المشروع، ولكن الفكرة اللي بغيت نوصلها هنا هي أنكم خاص يكون عندكم تواجد رقمي، تواجد رقمي باش الإكسبانسيون ديالكم تكبر، توصلوا الزبناء محتملين للميت جيوغرافيك، ما بقاتش كتنبوزي واحد الأبستاكل، حيث تشفني كيكون عندك تواجد رقمي، بتاتخنتك كين في المدينة، كين في مراكش، ولكن كين واحد متبقك من وجدة، في المشروع ديالك، وكيدخل معك انغرالسيون، كين واحد كين خارج توراب الوطني، وكيدخل معك انغرالسيون، سيلو بو بلاي، جسو انترسي بلسيريسي ديالكم، بلسيرو ديالكم، فاتتوجود الرقمي مهم، وما الجميل، تتوجود الرقمي كويان عند بداية المشروع، لجب انتضيقوش الوقت. بدون المشروع اللي البدا ولمشروع بلاي بداسة م empathرالي، لدي تكونLaEntreprise physique النصيحة السادسة اللي بطير دو بروجيه هي وش نساعد وش نساعد لانسه المشروع ديالك ولا غي سامة ولا غير غي تفديك ترق وش نساعد غيالمان أولا ما مستاج وش توقيت اللي غدي تلانسه في المشروع ديالك ووح توقيت اللي بطير بالنسبةل لاكتفيتا ديالك أولا لا يعني واش هذا الوقت فقط شاد ينلنصي هذا المشروع لي يتعلق بالمجال وفلاني واش هناك طلب ولا ما كينش طلب لذلك تكلمت على الدراسات لذلك تكلمت على دراسات سوق وخصوصا واش انت مستعد لحقاش إلا كنت مستعد رغم تواجد تحديات ورغم تواجد رهانات ورغم تواجد صعوبات غدي تلقى الحل كن أكيد غدي تنضم وقتك وغدي تلقى الحل إذا كنت لم تستعد، ستبقى تقلب على الأعضار، أي شيء بسيط، ستبقى تقلب على الأعضار، أي شيء بسيط، ستبقى تقلب على الأعضار، ستبقى فوكس على الأعضار وعلى المشاكل كثير من أنك تكون فوكس على الحلول. النصيحة السابعة التي تقوم بعملها هو أنكم ضروري تضعوا، والتخاصة هو واحد الاستراتيجية للعمل، هذه استراتيجية يتم مشاركة ديالها مع فريق العمل، ويتم تطبيقها، في حالة تقولون، ثلاثة ديال المراحل، استراتيجية، تنفيذ، ومسابعة، إلا ما كانش استراتيجية، ما غادش يكون تنفيذ، وإلا ما كانش تتنفيذ، ما غادش يكون المسابعة، وما غادش يكون السويفي، فضروري أن نتقوم بإستراتيجية، استراتيجية そراتيجية المالية، استراتيجية تسويقية that iiiiIiêu meู لكي نعرف راسية من رجلية ومعين أنا ومعين نقول لي أما نعمل بالفلو ونعمل بالأشوائية فلا نستطيع نمشي بعيد لا نستطيع نمشي بعيد دائما نعطي مثال التباطي بالسبر واحد يدخل الاسبر عنده هدف ينقص الوزن ولا يزيد الوزن ولا يزيد الوزن وستراتيجية الرياضة وستراتيجية الكواتشين ويخدم عليها بطريقة يومية لكي يحققها وإلا سيتلقائك دائما لا يستطيع نمشي بطريق مستقيم سيتلقائك دائما اليوم سوف أتباطي فقط لكي وصل لكم الفكرة المشروع يخص استراتيجية مكتوبة استراتيجية واضحة وستراتيجية يجب عليها مع فريق العمل لكي تصدقائك كاملين على استراتيجية دائما النصيحة الثامنة هي أن الاستراتيجية تكون مقرونة بمقاييس بمقاييس بيكون مزورة بيكون تنجيب أما نضع استراتيجية ونقرنها بمدة زمنية من أجل تحقيق وكذلك دائما ما قاييس فكتبقى استراتيجية مكتوبة فقط كمان نسيبا فهو ايضا فدروري نضع مؤشرات من أجل تحقيق استراتيجية وكذلك معاً كوميرسيال أما ن تشغيل من المشروع من المشروع من المشروع من المشروع من المشروع كماวก الناس يتم انا فأنتبه Vilcoe وما قلت منyty من الجزئ والسقل أynthайтесь فاكلا المنزيل فالسبب اي تكن ذات واحدا فالفات بيسيا حول هذه القوة الضيجية المنزيل فرغب ذات الناس ايضا المنزل كماسة قام مرات الناس وانتوج هم منه لا لا ايضا capital أي حساب unas بل حسب الفرع اللي عندك في المقاولة خاصك تحط استراتيجية داكور وخاصك تحط أهداف ودهي كابي آيز باش تكون مزورة بالطنجيب والكون سيفيابل إلى ما غير ذلك ناصحة تاسية هي الصبر صبر صبر غادي سبان هكا اي ناس اشكا تقولي سنرمال اي واحد خاصه يصبر ولكن هاد النقطة بحداثها عامي قاكونوا متأكدين وكيف تجيز المقاولين جوج خط نفس الام نفس السربية نفس الكرش ولكن سبحان الله كل واحده العقلية دياله كل واحده العقلية دياله مدى التحمل دياله ومدى الاكونتونويته دياله كيف يطلع الناس اللي غادي تلقى المطابات الصعوبات إلى ما غير ذلك غادي ترجع اللور وغير ذلك غادي تترجع اللور وغير ذلك وكيف يطلع الصعوبات والتحديات والرهانات عاد باش غادي تزيد تحفز عاد باش غادي تزيد تقوى عاد باش غادي تزيد تنتاعش باش انها تزيد الامام داكور فاصبحان الله كل واحده العقلية دياله داكور فلذلك اتكلم عن النفس الطويل والنفس العميق ضروري خاص يكون عندنا السفل في المقاولة في الانترابرنارية بسكو مني كنا نحضروا على المقاولة راحبا فرصيما لا فيه انغرز لحقاش بزاف ديالناس غادي ندير للمقاولة ديالي غادي نكون مان بخبخ باتران غادي نطبقت سوقيت اللي غادي يعجبني انا غادي ندخل فوقش ما بغيت ونخرج فوقش ما بغيت غادي نكون مكيش واحد اللي يقول لي درتي هادي ولا مدرتيش هادي غادي يكون عندي الفريق ويكون عندي البريفيلاج انا نختار الفريق لعمل ديالي إلا مغير ذلك ولكن سيفغي هاد لي كونستاكينين في المقاولة ولكن بالموازات مع ذلك هناك كذلك واحد توقيت اللي غادي تريد خدمت فيه حتى الخمسة ديال السباح ومغرديش تناقس لاش باسك خاسك تسالي واحد الخدمة وخاسك تسرون دي واحد الخدمة في إطالة المقاولة ديالك باسك الكلمة هي الكلمة كذلك هناك سحديات هناك رهانات إلا خدمت رأي ندخل أن شفر دفع إلا ما خدمت شما رأيش ندخل شفر دفع ما شفحل لسالاريا السالار رأيك ونندك رأيك ونندك أكيد هناك دزوجكتف كذلك ولكن كسبقى لنترپنارية نتا اللي كتخلق لسالار ديالك ونتا اللي كتخلق لشفر دفع ديالك فا نكرويه 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 مزيانة على جميع المستويات ولكن ان بغاليل هناك تحديات فأنا هناك النقطة اللي بغيت نمررها من هاد المينبر وفاد النقطة بالخصوص أن حاملي المشاريع يكونوا مستأدين للزوينة ومستأدين للصعوبة والتحديات والريهانات ان بغاليل باش من ين يتلقوهم يكون عندهم الصبر يكون عندهم تضحية يكون عندهم النفس العميق والطويل باش أنهم ما يابانضونيوش احنا يبغينا نبدأ المقاولة ديهنا ونكملوا المستوى المسوسط والباعد ما بغيناش نديروا تجريبة وصفة ونقولوا تجريبة ودست تجريبة ومرت دكوه بغينا المقاولة لدينا نجحوها تمشي من الحسن للأحسن تمشي من صيغة قانونية الصيغة قانونية أكثر قوة ان شاء الله تمشي من في خضافر لشي في خضافر أكثر ان شاء الله لماذا هاتش اللي بغينا فلذلك نتكلم عن النفس الطويل والنفس العميق والصبر والتضحية النصيحة أحداش لحملي المشاريع هي ضرورة أنك تخدم على رأسك كل نهار حاول تكون رأسك كل نهار حاول تعلم حاجة جديدة في المشروع ديالك تواحد ما يقول أنا معلم كل شي وتواحد ما يقول إلي تخطع إنه جامع تخطع ما تقول شفات إلي قطر الحياة ولا ستخطع أنني نتعلم واحد الحاجة إلى مغير ذلك إنه جامع تخطع ببين فتكوين لماذا تكوين لحقا المقاول خصوصا المقاولات الناشئة القرص تدير كل شي تدير تصويق تدير إدارة المالية تدير ديجيطال تدير مع المعاملات البنكية الاستيراد وتصدير ربما مع الشركات اللي كيدروا لمبور إكسبو يعني المقاول تدير القرص وخصو يعرف شوية من الحاجة خصو يعرف موارد البشرية اللي حق عنده فريق عمل خصو يخلي محفز خصو يعطي مرضوضية اتساتي فالمقاول يعني خصو يكون عنده الهارد سكيلز والصوف سكيلز داكور فهذا الإطار خصو المؤمورية بالساف ومهذا المبار كان يعني أدعو الناس الجديدة في القناة تكليكي على الزر ابوني باش يبقى يوصل لها كل جديد لأنني دائما نحط فيديو هات كوينية في العالم المقاولاتي نصيحة ناش للي بورتر دو حاولوا تقلبوا على دي بارتناريات شركة عمل اللي كونو تكمليين بالنسبة المشروع ديالكم اللي إلا درسوا انسانبل ليد في ليد تقدروا تديروا ديالت كي سان اكستر اوغدنار تكمليين يعني الانتغي ديالك من الانتغي ديالك يقدر يكون بيانسور مشروع اللي عندو نفس الفئة المسهدفة ديالك مشروع تكملي للمشروع ديالك وديروا ليد في ليد نتصفت له لكليون ديالك الفورمول اللي ستكون انسب لحسب الحالة مال البرتنارية يكونوا اكيدين انهم يعطوا دف دف الامام بشكل سريع وشكل انتليجي فخدموا بالبرتنارية اما النصيحة 13 بالنسبة الحاملة المشاريع والمقاولات الناشئة فهي اهمية الفريق احنا في اطار المقاولة كنخدموا مع الفريق فييد يمكن يمكننا اننا مشي وبعيد ويمكننا اننا نحقق واحد الحويجات اللي هما زوين بزاف اما الواحد الى كان بحده فهي يقدر يحقق حويجات ولكن بصعوبة اكتر وبريهانات اكتر فاختاروا الفريق ديالكم بيتمعون وعرفوا كيف اشتعاملوا مع الفريق ديالكم باش تعطيوا نتائج اللي هي زوينة بالسف وكذلك في هذا الايطار من تخلق المقاولة ديالكم هناك بعض المقاولين اللي غد يكونوا في الول سيلف امبلويد يعني في حل خدم راسه داكوغ ولكن هنا يقولنا روبرت كيوساكي صاحب كتاب الاب الغني الاب الفقير واللي دائما كان هضر عليه يقول لك خاص تنتقل من سيلف امبلويد لانفستر يعني في الول سيلف امبلويد ضروري خاص تكون نتا باش تدخل شي في خدافاغ إلا ما كنتيش نتا ما غديش تدخل لك شي في خدافاغ ولكن مني كتنتقل من خانة الخانة ف كتغخوطي واحد الفريق عمل كتفورميه كتدربو كتكون قريب منو كتدلو كتكون يعني دائما عليكو شنو خصو اتس تقدر تنتا من سيلف امبلويد الخانة اخرى اللي ماشي بالضرور تكون نتا باش دخل الفلوس ففوالا اخوان والاخوات شاركت معكم 13 نصيحة نتمنى انهم يكونوا نفعوكم خصوصا لأصحاب المشاريع الناشئة باش تلانسوا المشاريع ديالكم وتاخدوا هذه النصائح باعتبار المقاولات ديالكم اكيد ان انس بوبكري دائما نرى الاشارة ديالكم للاجابة على مختلف تساؤلات المقاولات ديالكم نوصح الارشاد ديالكم في مجال المقاولات ونتنكم على مختلف مواقع التواصل الشمائي ديالي انستغرام اللي انا فيه تري تري زاكسيف وكذلك فيسبوك صفحة رسمية وليس بحساب على نفس تسمية القناة اناس بوبكري الناس اللي كتشوف ان هاد القناة كتدير مجهود وبغا تتعطي فرصة المحتوى البناء والهادف باش تاوى تكون عنده الفرصة ديالو ويطلع في الصورة ما تبخرش علينا بالضغط على الزر لايك باش انا تابوني كذلك في القناة باش يبخي يوصلها كل جديد وانها تبارتجي هاد الفيديو لكي يتعاوم الفائضة شكرا وإلى اللقاء